شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيانة العملي لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية يأتي ذلك في إطار خطة التدريب القتلي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيانة العملية لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب فهمي عبد الرؤوف هيكل قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد فيها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم والمستمر للمنطقة المركزية العسكرية لتظل على أعلى درجة الاستعداد القتالي عقب ذلك تنفيذ إجراءات البيان العملي من خلال عرض ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافي والتيكتيكي لمنطقة التنفيذ وكذلك تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة وفي نهاية البيان نقل الفريق أسامى أسكر تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان مشيدا بقدرتهم على اتخاذ القرار السليم نظرا للتخطيط الراقي ومدى الاستفادة من استراتيجيات العلوم العسكرية المتطورة ومثنيا على المستوى المتميز والاحترافي لكافة هيئات القيادة بمختلف مراحل البيان كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالبيان في المهام والواجبات المكلفين بها حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية